اشتركوا في القناة ونبدأ نكون ثلاث نقطة نعود فيها عن قيم السين تظهر لقيم للصاد ونبدأ نرسم الخطين المستقيمين لو تقطعوا في نقطة يبقى عندي حل وحيد لو كانوا متوازيين ومنطبقين يبقى عندي عدد لا نهائي من الحلول لو كانوا متوازيين وتقطع هما بيساوي فاي يبقى مجموعة الحل هنا هتساوي فاي وطبعا زي ما قلنا عدد الحلول ياما حل واحد فقط ياما عدد الحلول بيبقى صفر لو كانوا متقطعين وبيساوي فاي اما لو كانوا متقطعين ومنطبقين يبقى عندي عدد لا نهائي من الحلول شوفنا برضو المرة اللي فاتت ازاي بنحل حل جابري كانوع اول وهو عن طريق التعويض بعوض من احدى المعادلتين عن قيمة السين او الصاد في المعادلة التانية بينتجل احدى القيم للسين او الصاد وبعد كده بستنتج القيمة الاخرى ان عرضه هناخد النوع التاني من الحل الجابري وهو عن طريق الحسف ازاي بنعمل الكلام ده كله تعالوا نشوف من خلال المثال دوت يوضح لنا الطريقة بنحلها ازاي السؤال هنا بيقول لي اوجد جابريا في ها ضرب ها مجموعة الحل لكل من معادلة الاولانية هنا سين زائد ثلاثة صاد يساوي اثنين وثلاثة سين زائد اربعة صاد يساوي ستة طبعا هو هنا بيقول لي لكل من المعادلات الاتية باستخدام هنا شارط علي طريقة الحسف طيب تعالوا نبص كده مع بعض هنحلها ازاي هنشوف المعادلتين اللي احنا هنكتبهم دلوقتي كتبناهم هوا ادي السؤال هنا السؤال بيقول لي ايه ادي المعادلتين اسمهم سين زائد ثلاثة صاد يساوي اثنين حط المعادلة التانية تحتها اللي هي كانت ثلاثة سين زائد اربعة صاد يساوي الستة ركز كده هنا معايا مهم جدا ان انت تخلي بالك انا هنا لما هتيجي تحل المعادلتين دولت اول حاجة تبص في كده يا تتخلص من السين يا تتخلص من الصاد طب اتخلص الاسهل من السين ولا من الصاد اول حاجة عشان تتخلص لابد يكون معامل السين اللي هنا زي معامل السين اللي هنا او معامل السين اللي هنا زي معامل الساد اللي هنا ويكون احد المعاملين معكوس جمعي للاخر عشان اقدر اتخلص منه يعني ازاي معامل السين هنا بواحد لكن معامل السين هنا بتلاتة معامل الساد هنا بتلاتة لكن معامل الساد هنا باربعة يبقى انا ممكن اقول ان انا هتخلص من معامل السين ان انا اخلي معامل السين في المعادلة الاولى زي معامل السين في المعادلة التانية ازاي يحصل الكلام ده كله يعني انا لو سميت المعادلة دي رقم واحد والمعادلة دي رقم اثنين همضرب هنا في كام في ثلاثة طيب لو مضرب هنا في ثلاثة اصبحت هنا هتبقى ثلاثة سين زي دي بس اللي اثنين اشارتهم ايه اللي اثنين مجابين وأنا لسه أيد من شوية أن لابد يكون معامل السين أو معامل أحد المعادلتين يكون معكوس جمعي للآخر يبقى بدلا ما أقول هضرب في ثلاثة لا هقول هضرب في سالب ثلاثة عشان لما أقول سالب ثلاثة في سين هيديني سالب ثلاثة سين معكوس جمعي للثلاثة سين نبدأ نضرب حل هضرب السين بس ولا الصبس ولا كله لا أنا هضرب الطرفين الطرف الأيمن والطرف الأيصر يبقى سالب ثلاثة سين سالب 3 حضربها في موجب 3 يبقى سالب في موجب بسالب 3 في 3 بتسعة صاد يساوي 2 في سالب 3 سالب 6 ودي بقت المعادلة الأولى المعادلة التانية هنزلها زي ما هي اللي هي 30 زائد 4 صاد هيساوي 6 ودي المعادلة التانية هاجي هنا دلوقتي وأقول بالجمع أبدأ أجمع المعادلتين طبعا سالب 30 30 يبقى على طول هنا هوت الاتنين دولار حاصل جمعوهم يدينا ايه صفر يبقى بالتاني على طول سالب 9 صاد وموجب 4 صاد هيديني سالب 5 صاد هيساوي سالب 6 زائد 6 يديني صفر يبقى على طول هقسم الطرفين على سالب 5 يبقى على طول هنا هوت هقوله يبقى الصاد عندي بتساوي كام بتساوي صفر أنا كده جده جده جبت قيمة الصاد عوض بقيمة الصاد في أي من المعادلتين يعني إما في المعادلة الأولى أو في المعادلة التانية يبقى على طول هقوله دلوقتي بالتعويض هقوله بالتعويض في واحد المعادلة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي كانت سين زائد 3 صاد هيساوي اتنين أنا جبت الصاد بصفر يبقى سين زائد 3 مضروبة في صفر يساوي اتنين يبقى على طول سين بتساوي اتنين جبت كلمة الصين جبت كلمة الصاد هقوله على طول يبقى مجموعة الحل ميم حا اختصار كلمة مجموعة الحل ما تنساش ان انت تكتبها لما تيجي تكتب تكتب كلمة الصين الأول وبعدين كلمة الصاد اللي هي صفر لابد ان انا اكتبها ايه؟ داخل كوس زوج مرتب يبقى مجموعة الحل عند النقطة اللي هي إحداثياتها اتنين وصفر يبقى ده حل مشترك للمعدلتين طيب ناخد برضو مسألة تانية توضح للفكرة بتاعت المسألة دية او طريقة الحسب ادي مسألة تانية رقم اتنين بيقول لتنين صاد ناقص ثلاثة سين يساوي سبعة ومعاها ثلاثة صاد زائد اتنين سين يساوي اربعة برضو بنفس الطريقة هنحط المعدلتين تحت بعض يعني هقول اتنين صاد ناقص ثلاثة سين يساوي سبعة لو هو ملغباتك سين وصاد حطهم بنفس الترتيب ولكن مع مراعاة الاشارة ثلاثة صاد هتتحط تحت الصاد اهيه ثلاثة صاد اشارتها مجابة لا افترض ان الصاد مكان السالب ثلاثة سين يبقى على طول هنزلها هنا باشارة المجابة تحتها weekly زائد اتنين سين هيساوي كام؟ Ca 4 طيب لو احنا جينا بصينا هنا تعالى نبص خذ بالن هنا اوت من حاجة هسمي المعدلة دي رقم واحد المعدلة دي ролики معادلة دي رقم اثنين معامل الصاد هنا باثنين معامل الصاد هنا بهتالتة joke معامل الصاد هنا بهتالته معامل الصين هنا بهتالته معامل الصين هنا بهتالتاته معامل الصين هنا بهتنين لو انا لاحظت من الاسهل ليه ان انا اتخلص منها السین والا الصدق هواحد بيقول لي على طول لا السين هقول له ليه هيقول لو عشان وحدة سالبة ووحدة بوجبة بس طب بس المعامل هنا كام سالبة 3 والمعامل هنا موجب 2 هل ده معكوس جمع لده لا ايوة واحد رد عليه ثاني بيقول له لا لازم اخلي المعامل اللي هنا زي المعامل اللي هنا طب عشان ان نجيب المعامل المشترك هنا ок او المضاعف المشترك الاصغر بين الثلاثة والاثنين يبقى على طول اسهل حاجة العدد اللي هنا المعامل اللي هنا اضربه فوق والمعامل اللي هنا اضربه تحت يبقى هضرب المعادلة الاولى دي في اتنين والمعادلة التانية دي في تلاتة وانا اخترت السن ليه لان واحدة سليبة وواحدة مجابة يبقى سهل ان انا اتخلص منه لو ضربت المعادلة الاولى في اتنين يبقى اتنين في اتنين صاد اربعة صاد تلاتة سين في اتنين ستة سين 7 في 2 14 3 في 3 يبقى 9 صد موجة ب 2 سين في 3 يبقى موجة ب 60 سين هيساوي 3 في 4 ب 12 قد المعادلة الأولى وقد المعادلة الثانية وهنعمل عملية الجمع وطبعا أول حاجة بتقولها لي بتقول لي دولة هيروح مع بعض لأن حاصل جمعهم بيساوي صفر عدد ومعقوسه الجمعي يبقى 4 صد وتسعة صد هيديني 13 صد هيساوي 14 و 12 يبقى يدينا 26 نقسم الطرفين على معامل الصد اللي هو 13 هينتجلي على طول أنه قيمة الصد بتساوي كام بتساوي 2 جبنا قيمة الصد ب 2 هنعوض على طول نقول له بالتعويض في المعادلة واكتب لي المعادلة اللي أنا هعوض فيها اللي هي 3 صد زائد 2 سين بيساوي 4 أنا عند الصد جبناها ب 2 يبقى 3 مضروبة يبقى هنقول له على طول 3 مضروبة في الاتنين زائد 2 سين بيساوي 4 3 في 2 يبقى 6 زائد 2 سين يساوي 4 بإضافة موجة بستة للطرفين يعني هنود الستة النحة التانية بعكس الإشارة يبقى 2 سين بتساوي 4 ناقل 6 يبقى 2 سين بتساوي سالب 2 نقسم على معامل السين يبقى على طول بطريقة الاختيار لما يقول لي في السؤال اوجد مجموعة الحل جبرياً وما حدد ليش بأي طريقة يحل بطريقة الحسن ياما أحل بطريقة التعويض وكلهما هيدوني نفس الناتج ناخد سؤال هنا هوت السؤال هنا بيقول لي اوجد مجموعة الحل لكل زوج من المعادلات المعادلة الأولانية هو بيقول لي هنا ثلاثة سين زائد أربعة صاد يساوي أربعة وعشرين وسين ناقص اثنين صاد هيساوي سالب اثنين وسين ناقص اثنين صاد هيساوي سالب اثنين طيب برضو هنا مش محدد لي احلها بايه فنليح حرية الاختيار ان انا احل بيها اول حاجة زي ما تعلمنا هنخط المعادلتين تحت بعض هقول له يبقى عندي هنا هو الثلاثة سين هقول له تحكتب الثلاثة سين زائد الأربعة صاد هتساوي الأربعة وعشرين والمعادلة التانية اللي هي سين ناقص اثنين صاد هيساوي سالب اثنين لو انا جيت بصيت دي المعادلة الاولى ودي المعادلة التانية لو احنا اخدنا بلنا انا عندي معامل السين هنا موجب لكن معامل الصاد هنا موجب ومعامل الصاد هنا سالب يبقى ساهل لي يا أن اتخلص من الصاد وحد يقول لي يبقى لازم اخلي معامل بتاع الصاد اللي هي للحديد طب لو واحد ضرب فوق في اتنين وضرب تحت في اربعة برضو حيطلع نفس النتيجة اللي احنا توصلنا اليها يبقى المعادلة الاولى هتفضل زي ما هي اللي هي تلاتة سيم زائد اربعة صاد حيساوي اربعة وعشرين واضرب في اتنين يبقى اتنين سيم ناقص اتنين صاد في اتنين يبقى باربعة صاد حيساوي سالب اتنين في اتنين مهم جدا الاشارات رأيها هيديني سالب اربعة على طول هنا نخلي بالنا طبعا دولة عدد ومعكوس الجمعي يبقى حاصل جمعهم هيساوي الصف يبقى انت عندك هنا هو هتقول لي ايه تلاتة سيم واثنين سيم خمسة سيم طيب بتساوي اربعة عشرين ناقص اربعة يدينا كم يدينا عشرين هقسم على معامل السين اللي هو الخمسة للطرفين هيديني سين بتساوي عشرين على الخمسة فيها الا اربعة يبقى انا جبت قيمة السين اعوض بقيمة السين في اي من المعادلتين يقيمة المعادلة الاولى او المعادلة التانية واللي اتنين هقول باجابة هتبقى صحيحة هقول بالتعويض في المعادلة وهكتب المعادلة اللي انا هعوض فيها اللي هي المعادلة الاولى اللي هي تلاتة سين زائد اربعة صاد بتساوي اربعة وعشرين عن قيمة الصاد اللي هي بتلاتة يبقى تلاتة سين زائد اربعة مضروبة في قيمة الصاد اللي هي تلاتة احنا هنجيبنا كمية السين يبقى هنعوض هنا عن قيمة السين اللي هي باربعة يبقى هنشين للسين ونكتب اربعة زائد اربعة صاد هيساوي اربعة وعشرين تلاتة فاربعة طبعا باثناشر زائد اربعة صاد هيساوي اربعة وعشرين باضافة المعكوس الجامعي الموجة باثناشر يعني اربعة صاد تفضل زي ما هي واربعة وعشرين هنا موجة باثناشر تبقى في الناحية التانية المعكوس الجامعي ليه هيبقى سالب اثناشر يبقى اربعة صاد بيساوي اربعة وعشر نقص اثناشر يدينا اثناشر أقسم الطرفين على معامل الصاد اللي هو الاربعة يبقى على طول حينتق لي أن قيمة الصاد بتساوي ثلاثة جبت قيمة الصين باربعة قيمة الصاد ما تنساش تكتب مجموعة الحل بتساوي مجموعة الزوج المرتب اللي هي إحداثتها لو قلت ثلاثة واربعة بقت غلط لازم نكتب قيمة الصين الأول وبعدين قيمة الصاد اللي هي قيمتها كانت بتساوي ايه؟ بتساوي ثلاثة إبقى دي مجموعة الحل طيب ناخد فكرة مسألة تانية برضو ونخلي بالنا هنحلها إزاي؟ المسألة رقم اتنين في نفس السؤال بيقول لي صين على ستة زائد صاد على ثلاثة يساوي واحد على ثلاثة المسألة التانية بيقول لي صين على اتنين واثنين صاد على ثلاثة بيساوي الواحد زي ما تعلمنا وقلنا هنمسك المعادلة الأولى المعادلة الأولى بيقول لي صين على ستة زائد صاد على ثلاثة بيساوي واحد على ثلاثة وانت ملاحظ هنا ان انا عندي هنا كسر في المقام طيب لازم اتخلص من المقام اللي عندي هنا بص كده هنا ستة ثلاثة ثلاثة لازم اتخلص منهم يبقى بجيب العامل المشترك الأصغر أو المضاعف المشترك الأعلى بينهم هما الثلاثة أو العامل المشترك الأعلى بينهم هما الثلاثة وانت كده ان انت لما تضرب كل واحد من دول في تمنتاشر هتتخلص منين من المقامات مش هيبة عندي مقام طيب واحد يقول لي طيب وليه اضرب في تمنتاشر طيب انا سهل جدا ان انا اضرب في ستة اقول له ليه يقول لي لان الستة بتقبل القسمة على التلاتة التلاتة عامل من عوامل الستة يبقى انا لو اضرب المعادلة دي الأولى هاضربها كلها في ستة بمعنى هنوضحها شوية يعني سين على ستة دي هاضربها في ستة زائد صد على تلاتة هاضربها في ستة يساوي واحد على تلاتة هاضربها ايضا في ستة بص كده معايا لما ضربت في ستة هنا هختزل يبقى ستة راحت مع الستة هتفضل لي هنا ايه سين زائد صد على تلاتة في ستة عالتلاتة فيها الواحد عالتلاتة فيها الاتنين يبقى صد في اتنين يبقى هينتج لي اتنين صد يساوي واحد عالتلاتة فيها الواحد عالتلاتة فيها الاتنين واحد في اتنين دين اتنين وتبقى دي المعادلة الاولى اللي هي سين زائد اتنين صاد يساوي اتنين. بنفس طريقة الحل هنطبق طريقة الحل في المعادلة التانية. طبعا المعادلة التانية دي كانت هنا ايه زائد اللي هي نبدأ نطبقها هنحلها. سين على اتنين زائد اتنين صاد على تلاتة هيساوي هنا واحد. هنا بقى ما قدرش اقول ان انا هاخد اضرب في اتنين ولا اضرب في تلاتة لا لو انا قلت اتنين في تلاتة بكام بستة يبقى على طول اضرب برضو المعادلة دي في ستة يبقى سين على اتنين اضربها في ستة زائد اتنين صاد على تلاتة اضربها في ستة يساوي ستة في واحد واحد يقول لا انت المفروض نكتب واحد في ستة ما احنا عارفين ان الضرب عملية ايه ابدالية. يبقى ايه اذا لما نيجي نضرب هنا واق يبقى السين على اتنين على اتنين فيها الواحد على اتنين فيها التلاتة سين في تلاتة يبقى تلاتة سين زائد على التلاتة فيها الواحد على تلاتة فيها الاتنين. اتنين صاد في اتنين يبقى اربعة صاد هيساوي ستة في واحد بستة ويبقى دي اصبحت المعادلة التانية. نبدأ نحل بقى المعادلتين اللي احنا توصلنا إليهم المعادلة الأولى اللي هي كانت سين زائد اتنين صاد هيساوي اتنين المعادلة التانية اللي هي تلاتة سين زائد اربعة صاد هيساوي ستة هسمي دي رقم واحد ودي رقم اتنين ونخلي بنا هنتخلص من مين فيهم نبص كده معايا احنا عايزين نتخلص هنا هو من الصاد مثلا سهل جدا ان انا اتخلص من الصاد لان معامل السين هنا واحد معامل السين هنا تلاتة ممكن اضرب هنا في سالب تلاتة وممكن اقول دي هنا اتنين وهنا اربعة تم اضرب هنا في سالب اتنين اقول اضرب المعادلة دي في سالب اتنين عشان يديني على طول سالب اربعة وانا عندي موجب اربعة يروحوا مع بعض يبقى على طول هنضرب المعادلة الاولى في سالب اتنين تصبح كالتالث سالب 2 في سين يبقى سالب 2 سين وموجب 2 صاد يبقى موجب في سالب بسالب 2 في 2 يبقى 4 صاد هيساوي 2 في سالب 2 يدينا السالب 4 ودي المعدلة الأولى المعدلة التانية هتنزل زي ما هي اللي هي 3 سين زائد 4 صاد هيساوي 6 ونجمع دلوقتي المعدلتين على طول هتقول لي دولة هيديني خاصة جمعهم بصفر عدد ومعكوس الجامعي سالب 2 سين و3 سين هيديني سين سالب 4 زائد 6 هيديني 2 يبقى أنا كده جبت قيمة السين هقول له بالتعويض في المعادلة رقم واحد اللي هي كان بتقول لي سين زائد 2 صاد بيساوي 2 هعود عن السين ب2 يبقى 2 زائد 2 صاد يساوي 2 بإضافة المعكوس الجامعي يبقى 2 صاد بيساوي 2 ناقص 2 يبقى صفر ساوي صفر هاسم على الاتنين هنا هو يبقى على طول هقول له ان الصاد بتساوي الصفر في النهاية هقول له بقى ان مجموعة الحلة هتساوي المجموعة التي تحوي الزوج المرتب اللي قيمها عندي هتبقى بتساوي اتنين وصفر طيب ده كان سؤال من المسائل اللي هو بيقول لي عليها طيب النوع تاني برضو بيأكد هالي بيقول لي بيقول لي اوجد اوجد في ح دربحة مجموعة الحل لكل زوج من المعادلات الاتية بيقول لي بيقول لي جبريا وبيانيا يعني عايزني اعمل هالو جبري وبياني عشان اتعكد ومجيني هنا معادلتين المعادلة الاولى بيقول لي 3 سين زائد 4 صاد بيساوي 11 المعادلة التانية 2 سين زائد صاد ناقص 4 بيساوي صفر طيب تعالى الاول نحلها حل جبري ونشوف الحل او حل بياني ونشوف هنعملها ازاي لو انا مسكت المعادلة الاولى هسبت السين هسبت الصاد انا هسبت الصاد واحد يقول لي ليه ما نسبت السين هقول له انا شايف ان انا لو قسمت على 4 افضل مقسم على 3 اللي هو معامل الصاد ازاي يعني هقول له وان كده هقول 4 صاد هتساوي 1 ناقص 3 سين بعد كده هتخلص من المعامل عشان انا عايز اجيب كيمة صاد وعدها يبقى ها اقول 1 ناقص 3 سين كل ده مقسم على كام على 4 ونبدأ نحلها بالشكل بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي احنا نعمل جدول ونعود في الجدول ده بقيم عن السين يبقى انا عندي هنا سين وصاد هعود عن قيم مين هعود عن قيم السين ولما نيجي نعود نحاول نعود بقيم بحيث ينتج لعدد يقبل القسم على كام على 4 فانا لما اخترت انا عندي هنا اه هنا ده 11 يبقى هنا 11 ناقص 3 سين يبقى هنا 11 ناقص 3 سين فاربعة يبقى 11 ناقص رقم يقبل الاسمع على 4 يبقى على طول لو اقول لي هجرب سالب 3 سالب 3 في سالب 3 يبقى بجام بتسعة 9 زائد 11 يبقى 20 20 على 4 فيها الكام فيها الخمسة خدت سالب 3 طب لو انا خدت 1 طيب هيبقى 11 ناقص 3 في 1 بتلاتة يعني 11 ناقص 3 بتمانية تمانية على 4 هيديني 2 طيب يبقى كل مرة هنا ازود ايه 4 يبقى هنا هضرب في 5 طيب 3 في 5 بخمستاشر 11 ناقص 15 يبقى سالب 4 على 4 يبقى النتج هيديني سالب 1 يبقى انا دلوقتي عندي النقطة اصبحت عندي الازواج المرتبة سالب 3 و 5 1 و 2 5 وسالب 1 نيجي بقى للمعادلة التانية اللي هو مدهالي اللي هي 2 سين زائد صاب بتساوي سالب 4 طبعا انا عندي هسبت الصاب وانقل السين والعدد المطلق او الحد المطلق اربعة ناحية التانية المعادلة كان كاتبها لي بالشكل ده بيقول لي 2 سين زائد صاب ناقص 4 بيساوي صف يبقى اقول له صاب تساوي الاتنين سين موجبها تروح الناحية التانية سالبة سالب 4 تبقى موجب كأربعة ونبدأ برضو نحدد تلات نقط يحددولي الخط المستقيم الذي يمثل هذه المعادلة ادي سين وصاب طبعا لو عوضنا عن سين بواحد يبقى سالب 2 في 1 بسالب 2 زائد 4 يدينا طب لو عوضت عنها بـ 2 سالب 2 في 2 تبقى بسالب 4 زائد 4 يدينا صف لو عوضت عنها بـ 3 سالب 2 في 3 بسالب 6 زائد 4 حيدينا سالب 2 والتمثيل البياني ان انا ارسم النقط اللي انا حصلت عليها عشان اقدر اتوصل لنقطة التقاطع بينهما وانا كان ممكن اجيبها عن طريق الميل ايضا هنبدأ نرسم محاور الاحداثيات بتاعتنا ادي المحور الصداط وادي محور السيناء طبعا رسم كروكي لكن احنا موضحين الكلام ده في الحل بتاعنا بيقول لي سالب 3 و 5 سالب 3 و 5 سالب 3 و 5 هتبقى هنا النقطة دي احداثياتها سالب 3 و 5 النقطة التانية 1 و 2 1 و 2 هتبقى هنا هو النقطة دي 1 و 2 النقطة التالتة 5 هنا وسالب 1 تبقى تحت هنا هنقول له 5 وسالب 1 ونوصل بينهم خط مستقيم بالشكل دوت ادي الخط المستقيم النقطة التانية هنا بيقول لي 1 و 2 ونخلي بالنا 1 و 2 ادي 1 و 2 نفس النقطة 2 و 0 2 و 0 يبقى في الحالة دية هتبقى 2 و 0 هنا النقطة التالتة والاخيرة 3 وسالب 2 ادي 3 وسالب 2 هتبقى تحت شوية هنا هوا كده هوا ولو وصلناهم كده هوا هنجد هنا ان هم بيتقطعوا في هذه النقطة يبقى على طول هنا هوا هنقول له ايه هنقول له ان مين ومجموعة الحل هنا هتساوي المجموعة التي تحوي النقطة 1 و 2 لو حلناها حل جابري هل هيديني نقطة التقاطع نفس النقطة دي اللي احداثياتها هتبقى 1 و 2 هنقول له لازم تطلع كده تعالى نحلها حل جابري هنقول له المعادلة الاولى كانت بتقول لي ايه بتقول لي 3 سين زائد 4 ساد هيساوي 11 المعادلة التانية كانت 2 سين زائد ساد ناقص 4 ساوي 0 هودل 4 الناحية التانية لو انا حلتها حل جابري بطريقة الحسف يبقى على طول هقول له انا هضرب هنا هو في سالب 4 او ممكن اضرب هنا هو على طول دي المعادلة الاولى دي المعادلة التانية هضرب هنا في سالب 4 يعني المعادلة الاولى 30 زائد 4 ساد هيساوي 11 المعادلة التانية تبقى سالب 8 سين ناقص 4 ساد هيساوي سالب 16 لو انا هنا على طول هيقول لي موجب 4 وسالب 4 هيديني صف 3 سين ناقص 8 سين هيدينا سالب 5 سين 11 ناقص 16 هيدينا سالب 5 ناسم الطرفين على سالب 5 يبقى على طول السين هتساوي الواحد جبت قيمة السين عوض بيها في اي قيمة عشاء في المعادلة التانية هقوله بالتعويض في وكتبله المعادلة هقوله 2 سين زائد صاد بتساوي 4 هعوض عن قيمة السين بواحد يبقى 2 في 1 زائد الصاد بتساوي 4 يبقى هنا 2 في 1 باتنين يبقى صاد على طول بتساوي 4 ناقص 2 يبقى بتساوي 2 هقوله يبقى مجموعة الحل بتساوي المجموعة التي تحوي الزوج المرتب احداثياته 1 و 2 نفس مجموعة الحل اللي احنا توصلنا اليها من خلال الرسم بتاعنا يبقى اذا هنا توصلنا الي نفس النتيجة هي هي سؤال تاني وفكرة تانية بيقولي هنا اذا كانت دالة السين بتساوي ألف سين تربيع زائد به وكانت دالة 1 بتساوي 5 ودالة 2 كانت بتساوي 11 يقولي فوجد كيمتي ألف وبي طبعا انا عندي هنا دالة السين بص كده معايا بيقولي ألف سين تربيع زائد ايه زائد به طيب مش هو مديني هنا ان دالة الواحد بتساوي 5 مزبوط طب ما انا عوض يعني هعوض دالة السين دي هشالها وكتب كام هكتب 5 السين بكام بواحد يبقى ألف مضروبة في واحد تربيع زائد به يبقى على طولها هينتج لإيه ان خمسة بتساوي ألف في واحد تربيع بواحد ألف زائد به يبقى دي كونت المعادلة الأولى طب المعادلة التانية بيقولي ان دالة 2 بتساوي كام بتساوي 11 بنفس الطريقة نكتبها ان دالة السين عندي أهد دالة السين ألف سين تربيع زائد وعندي دال 2 بتساوي 11 يعني دالة السين هشالها وكتب 11 وأقول ألف مضروبة في 2 تربيع زائد به يعني على طول 2 تربيع ب4 في ألف يبقى 4 ألف زائد البه هيساوي 11 ودي المعادلة رقم كام رقم 2 على طول زي ما تعودنا ممكن نحلها بقى بطريقة الحسر هنخط المعادلتين تحت بقى المعادلة الأولى كانت ألف زائد به بيتساوي 5 المعادلة الثانية كانت أربعة ألف زائد به هيساوي 11 على طول واحد تسمعوا بيقول لي أنا أسهل حاجة أتخلص منها البه لأن هنا موجب واحد وموجب واحد بس لو ضربت هنا في سالب واحد أصبحت هنا المغيارة المعامل يعني هيبقى سالب ألف ناقص به يساوي سالب 5 معادلة الثانية هتبقى 4 ألف زائد به زائد ما هي هيساوي 11 نجمع المعادلتين مع بعض طبعا على طول هتقول لي سالب به وموجب به راخه مع بعض يبقى على طول أقدر أقول له إن سالب ألف واربعة ألف هيدينا ثلاثة ألف وسالب خمسة واحدة أشهر هيدينا ستة نقسم الطرفين على معامل الألف اللي هو ثلاثة يبقى قيمة الألف هتساوي 2 جبت قيمة الألف اللي هو طالبها في السؤال الأولاني اللي عايز قيمة البه أقول له هعوض في المعادلة الأولى هيبقى عوشي للألف وقت الثلاثة زائد به يساوي 5 يبقى البه بتساوي 5 خمسة ناقس ثلاثة بتساوي 2 يبقى أنا كده جبت له خمسة ناقس 2 اللي هي قيمة الألف هتساوي 3 يبقى أنا جبت له قيمة الألف باتنين وقيمة البه بتساوي 3 ده كان سؤال وفكرة مختلفة عن الأفكار اللي احنا خدناها واستخدمنا فيها حل معادلتين بالطريقة الجابريل طيب فقرة تانية بيقول لي إذا كان إذا كان ده سياطة النقط اللي هي سالب دال واثنين جيم وتلاتة دال ناقس اثنين وتلاتة ناقس جيم بيقول لي حلين للمعادلة سين زائد صاد بيساوي أربعة فوجد قيمة كل من جيم ودال طيب أنا عندي الحل الأولاني بيقول لي سالب دال واثنين جيم طيب سالب دال واثنين جيم هما بيمثلوا إحداثيات النقط اللي إحداثياتها هتبقى سين وصاد طيب بما أن أنا عندي سالب دال واثنين جيم حل للمعادلة سين زائد صاد بيساوي أربعة شين السين معوض عنها بسالب دال يبقى سالب دال زائد الصاد اللي هي اثنين جيم ده بيساوي أربعة وده المعادلة الأولانية قدر تكونها فيه المتغيرين هما الدال والجيم طيب المعادلة التانية بيقول لي برضو أن 3 دال ناقص 2 و3 ناقص جيم حل أيضا للمعادلة سين زائد صاد بيساوي أربعة طيب يبقى بنفس الطريقة هقول له أيضا بما أن 3 دال ناقص 2 و3 ناقص جيم حل للمعادلة اللي هي سين زائد صاد بيساوي أربعة عاوض عن قيمة السين ب3 دال ناقص 2 زائد صاد يعني زائد قيمة الصاد اللي هي 3 ناقص جيم تفضل زي ما هي كل ده بيساوي أربعة طيب 3 دال زائد 3 ناقص جيم أنا عندي هنا سالب 2 أقدر أضيفها النحاة تانية طيب أنا عندي سالب 2 زائد 3 يبقى مجموحهم بواحد واحد أضيفه النحاة الطرف الأيصر يبقى أصبح بسالب واحد يبقى 4 ناقص 1 بيساوي 3 يبقى تفضل عندي 3 دال ناقص جيم اضرب المعادلة الاولى المعادلة التانية يتخلص من الدال لو اتخلص بالدال هضرب المعادلة الاولى هنا في 3 لا لا هتخلص بالدال هضرب المعادلة التانية في 2 عشان يصبح ده مihenصر معكوس جمعيديه اناديو داوبت ظربت هنا في 2 سيسهل علي لو ضربت فوق 5 في 3 بردا وسيسهل علي يبقى سالب العائلة زائد 2 جم تفضل ما هو تساوي 4 عائل عائل المعادلة يبقى هنا 6 دال ناقص 2 جيم بيساوي 6 لو جمعنا هنا هوت المعدتين طبعا ده عدد ومعكوسه الجمعي حيديني 0 يبقى سالب دال و 6 دال يبقى 5 دال 4 زق 16 نقسم على 5 اللي هي معاملة دال يبقى على طول هنقوله ان قيمة الدال بتساوي 2 وانا كده جبت له قيمة الدال عايز اجيب قيمة الجيم هعوض في اي من المعادلتين عشان اجيب قيمة الجيم ولتكن المعادلة الثانية هقوله بالتعويض في المعادلة الاولى اللي هي سالب دال زائد 2 جيم بيساوي 4 هنشيل الدال ونكتب 2 يبقى سالب 2 زائد 2 جيم هيساوي 4 احنا جبنا قيمة الدال ب2 وانجي المعادلة الاولى زي ما قلنا سالب دال زائد 2 جيم بتساوي 4 يبقى سالب 2 وضيها النحاة تانية يبقى 2 جيم هتساوي 4 زائد 2 يبقى 2 جيم بتساوي 6 نقسم على معاملة الجيم اللي هو الاتنين يبقى قيمة الجيم بتساوي 3 جبنا قيمة الجيم وجبنا قيمة الدال وده كان المطلوب في السؤال السؤال الاخير في هذا الجزء بيقول لي إذا كان 1 على لام زائد 1 على ميم بيساوي 3 واثنين على لام زائد 3 على ميم هيساوي 10 اوجد قيمة لام وميم عايز هنا يجيب قيمة لام وميم أنا هنا ممكن أحلها له بطريقة بسيطة جدا طبعا اللام والميم دي لو اعتبرناهم أعداد ممكن واحد يقول لي ينفع ومضارب اللام في الميم واضرب المعادلة كلها في لام في ميم أقول له ينفع لكن أنا ممكن نحلها بطريقة بسيطة هقول له أنا هفرد إن واحد على لام ده هفرده إن هو بيساوي سين وإن واحد على ميم ده هفرده إن هو بيساوي صاد يبقى بالتالي المعادلة الأولى واحد على لام دي هشيله وكتب سيم واحد على ميم دي هشيله وكتب ايه صاد وقول كل ده بيسوي كام ثلاثة ودي المعادلة رقم كام رقم واحد طيب هنا اتنين على لام اتنين على لام دي يعني اتنين مضروبة في واحد على لام يعني واحد على لام ده بسيم مضروب في الاتنين يبقى باتنين سيم زاد بنفس الطريقة ثلاثة على ميم يعني ثلاثة في واحد على ميم واحد على ميم هشيله وكتب ايه صاد يبقى كأنها ثلاثة صاد وكل ده بيسوي كام؟ بيسوي عشرة وده المعادلة لأصبحت رقم اتنين طيب هنضرب بقى أن نتخلص هنا من السين ولا من الصاد لو أنا اخترت السين هضرب في سالب اتنين لو اخترت الصاد هضرب في سالب تلاتة هضرب المعادلة الأولى في سالب اتنين يبقى أصبحت عندي سالب اتنين سين ناقص اتنين صاد هيساوي سالب ستة المعادلة التانية هتنزل زي ما هي اتنين سين زي التلاتة صاد هيساوي عشرة اجمع المعادلتين مع بعض على طول انت هتقول لي سالب اتنين سين واثنين سين دولار هيروحوا مع بعض يبقى على طول هنا هو سالب اتنين صاد وثلاثة صاد هيديني موجب صاد وسالب ستة وعشرة هيديني أربعة يبقى أنا جبت قيمة الصاد بتساوي أربعة وخلي بالك يبقى أنا جبت قيمة واحد على مين بتساوي أربعة أعود دلوقتي عن كيمة الصاد في أي من المعادلتين ولتكون المعادلة الأولى أقول بالتعويض في 1 هشيل الصاد وقت ب4 يبقى سين زائد 4 هيساوي 3 يبقى السين بتساوي 3 ناقص 4 يبقى السين بتساوي سالب 1 جبت كيمة السين الصاد هي 1 على ميم يبقى 1 على ميم ده بيساوي كم؟ بيساوي 4 وهنا هنقوم كيف يتبين له بعد كده إن قيمة 1 على ميم هتساوي 4 وقيمة 1 على لام طبعاً اللي هي قيمة الصاد اللي احنا جبناها قيمة الصاد و1 على لام هتساوي كم؟ هتساوي سالب 1 اللي هي قيمة السين اللي احنا جبناها من شوية كده قدرنا نحلها وببساطة شديدة جداً باستخدام حل المعادلتين عزائي الطلبة زي ما شفنا مع بعض طريقة حل المعادلتين ممكن يقول لي يشترت علي في السؤال أحل بياني أو أحل جابري أو يقول لي حل جابري بس هو لك حرية الاختيار إما أنك تحل بطريقة التعويض أو بطريقة الحس وبكده زي ما احنا شفنا وتابعنا مع بعض احنا خدنا النهاردة طريقة الحل البياني والجابري راجعنا على طريقة الحل البياني زي ما شفنا في أحد الأمثلة وشفنا الحل الجابري إما عن يكون عن طريق طريقة التعويض أو عن طريق الحس بنشكركم على حسن متبعاتكم لينا على أمل لقاء بيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الرياضيات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة